يعني بدي بلش مباشرة من الموضوع الأكثر هلأ الحاحة الحاحة لأثار لغة يعني خلينا نقول واستدعم مؤتمر صحافي مبارح من وزير شؤون الاجتماعية وموضوع المساعدات ووقف المساعدات أو تأجيلة إلى كم يوم وطلعت الصرخة وجهات يلي اشتكت من موضوع الخلل يلي صاير بهذه اللوح خلينا نحكي عن موضوع هيدا بالتحديد مين مد إيده على لويح الفقراء في لبنان هيدا سؤال كتير مهم بيحتاج لكتير من الاستفادة بالجواب عليه اختصروا معنا هلأ عصر عصر النفقات اختصر لك بمقدمة اشرح فيها عن الواقع اللي استوجب أن نستعمل هذه البيانات بالدرجة الأولى نحنا كلنا بنعرف أنه في حاجة ملحة بلبنان هلأ بعد أزمة الكورونا على صعيد الاقتصادي ملحة جدا للتدخل الحكومي وبالتالي كان فيه مبادرة من وزارة شؤون الاجتماعية وزير شؤون الاجتماعية ودولة رئيس مجلس الوزراء لانشاء مثل برنامج للتكافل الاجتماعي بس كان فيه هاجس أساسي عندهم أنه تعتمد معايير شفافة وموضوعية وعالمية لحتى نقدر نوصل للمستفيدين المستحقين بس هذه الآلية التقنية بحاجة كانت لوقت لحتى تقدر توصل للعالم عبر البلديات والمخاطير وتتجمع المعلومات وتتأسم البيانات فارتقى الدولة الرئيس الحكومي أنه تتوزع المساعدات كاستجابة سريعة على فئات من المجتمع هي أكثر حاجة وتأثرا بموضوع الكورونا منهم سائقين سيارات العموميين أهالي تلاميذ بالمدرسة الرسمية والأسر الأكثر فقرا وأيضا جرح الألغاء وبالتالي هذه كانت الأولوية حتى نوزع المساعدات على هذه الفئات المتضررة ومثل ما نعرف نحن بدولة للأسف تفتقد إلى البيانات وهذه شغلة كثير مهمة وأساسية لأنه نحن لما بدنا نعالج أي موضوع معنا بيانات محددة ودقيقة تقدر تعطينا إنعكاس حقيقي للواقع الموجود في لبنان فهذه الفئات من ضمن برنامج الأسر الأكثر فقرا في داتا موجودة قرأة لم تحدث هذه الداتا منذ 2018 آخر مرة تم تحديث هذه الداتا سنة 2017-2018 وإن شال مننا أسماء يعني إن عملها تدقيق وتنظيف لهذه الداتا يعني تخيلي كيف كانت قبل 2017 وكيف صارت بعد 2018 هذه القوائم موجودة كانت برئاسة مجلس الوزراء تم الاستعانة فيها تم الاستعانة مش بكل القائمة تم الاستعانة بالذين يندرجون تحت خط الفقر المتقع يلي كان عددهم تقريبا 27 ألف عائلية موجودة قرأة بياناتهم من زمان يعني قلتلك برجع بكرر وبأكد أنه لم تضاف أي عائلة على هذه القوائم منذ 2018 نحن كنا عارفين أنه في بعض الشوائب وهذا الشغلة طبيعية أنه تكون موجودة مش بس بالبيانات تبع الأسر الأكثر فقرا كمان ببيانات سائقين السيارات العموميين وكل بيانات الثانية يلي جاي من وزارة النقل وبيانات الطلاب يلي جايين أو أهالي الطلاب في المدرسة الرسمية يلي جاي من وزارة التربية وفي اللوائح بمصابي الأرغامية يلي جاي من المؤسسة العموميين 100% ونحن على هذا الأساس وحتى نكون موضوعيين جدا حطينا هذه القوائم بعهدة الجيش اللبناني ثقة مننا بأن الجيش اللبناني هو مؤسسة جامعة وضامنة لكل اللبنانيين وحطينا هذه القوائم بحدة الجيش وقلنا لهم أنه يتأكدوا من هذه القوائم هذا الشارح كان ضروري الراوند أبيا اللي عملت لي وكيف تم العمل بهذا اليطار بس خلينا نحط إيدنا على الجرح بالموضوع اللي هلأ الأكتر شيء الفائع يالي هو ليش طول مين المسؤول عن أنه يطلع في هذه اللوائح موتى ناس أبدا منها محتاجة ناس متلاعبة بالداتا تبعها ومعلي بدأولها مثل ما هي تنفيعات ومحسوبيات لهذا الزعيم ولهذه المنطقة ولهذه الطائفة ولهذا الحزب وفيتي كلها بالموضوع وبس ندأ فيها علي صوت الاتهامات صحيح لا شك أنه هذا البرنامج كان فيه إدارات متعاقبة وكانت هي أكيد اللي عم تقوم بإدارة هذا الملف بإدارة المستفيدين منه بشكل أو بآخر وبالتالي هي تتحمل هذه المسؤولية إذا كان فيه هذا الخلل تتفضلي فيه ولكن نحن كمان عندنا ثقة بالجيش أنه هلأ رح يعطينا مثل ما بقولوا حتى نعرف أداي مننا لهذه البيانات مانا صحيحة وأداي مننا لهذه البيانات صحيحة حتى نكون موضوعيين كمان يمكن كتير من الناس المندرجين بهذه القوائم مستحقين فعلا للمساعدة وبيستاهلوا المساعدة لا أكيد نحن ما عم نقول مش هكلي يعني بس كيف فيها خلال كبير وفيها ناس لا هني مستحقين في عملية غربة فيها خلال الجيش مشكور يقوم بهذه الغربلة وكان بالأساس هو الجيش يقض هذه المهمة على عاتقه وتم الاتصال من الجيش بوزير الشؤون الاجتماعي واطلعوا على هذه الشوائب التي تحول حول بعض البيانات وطلب وزير الشؤون الاجتماعي توقيف عملية التوزيع إلى أن يتأكد الجيش ويتبين من صحة هذه البيانات ويعمل هذه المونيترينج الخاصة فيه وعلى هذا الأساس أعتقد أن الجيش اللبناني سيبدأ يوزع انطلاقا من نهار الخميس اليوم اللي كان على وزير الشؤون اليوم لماذا لم يتم الاطلاع مسبقا على هذا الأمر نستطيع أن نعطي للجيش أنه يدائي ومالس بس بالنهاية كل وزارة فيها فريق عمل ممكن أنه يشتغل مثلا وزارة التربية لماذا لم نقحت لوائحها الوزارة النقل لماذا لم نقحت لوائحها لماذا اليوم كمان اليوم هناك ما ننتقد هذه الخطوة أنه اليوم نطلب من الجيش لأنه هو المرجعية خلينا نقول لأكتر شيء ناس بتوسع فيها نطلب منها بس اليوم كمان ما فينا نجي نكب على عاتق الجيش هذا الحمل لأنه بدون يجوا يقولوا الجيش شيل والجيش حط والجيش استثناء والجيش زيد خليني أكد على فكرة أنه هلأ نحن بحالة 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 غير طبيعية غير مألوفة نحن أول كم يومي حتى قبل ما نطبق الأسبوع بالوزارة تم الاجتماع مع البنك الدولي كنا نعمل نقاش حول مشروع مشروع جديد لكل حكي عنه اللي هو القرد طبعا 500 مليون دولار اللي حيوظف بشبكة الأمان الاجتماعي بمشروع شبيه جدا بمشروع الفقر أو هو يعني توسيع لمشروع الفقر وبالتالي كان أحد أهم السجالات الدائري حول الداتا حول البيانات وكنا عم نحكي مع البنك الدولي ومع كل الشركاء المحليين حول فعالية هذه الداتا وصحتها ودقتها وكنا نجرب عنا كنا احتمالين احتمال أن ندق فيها لهذه الداتا ونعمل زيارات منزلية لكل حدا بالقوائم وكان هذا القرار يعني عم ينشغل وعب يندرس يعني حتى نحط تايم فريم يعني نحط تايم فريم أنه كل شهرين من خلص 25 ألف عالي تبيان كامل واستمارات متكاملة هذا بأخر ما عم بحكي عن الاستجابة للكورونا نتبه عم بحكي بشكل عام عم بحكي كنا نحن بصدد إطلاق مشروع لشبكة الأمان الاجتماعي بالتعاون مع بنك الدولي لاستهداف الأسر الأكثر فقرا وهي كتار في لبنان فكنا عم ندرس لأنه كيف ما نعمل هذه البيانات بشكل دقيق وكيف ما ندق فيها تنعرف أدي هي صحيحة كان عنا خيارين خيار أنه نمشي بالتدقيق اللي تبع البيانات الموجودة وفي عنا خيار آخر أنه نبلش من البداية وكان هذا النقاش عم بتم بشكل جدي مع كافة الفرقاء المحليين وحتى مع المجتمع الدولي ومع المنظمات الدولية اللي عندها خبرة أكثر منها بمجال الأمان الاجتماعي لأنه نحن هذه التجربة جديدة علينا وعبت نعمل بلبنان لأول مرة بالتاريخ وهذه برجع بشدد عليها لأول مرة بالتاريخ وبالتالي أي تجربة جديدة تحمل على أعديد منها الشوائب والهفوات اللي نحن المفروض أنه نصلحها ونشتغل عليها حتى نتممها فهذا اللي كان عم ينشغل وكان فيه اجتماعات من أول أزار حول بيانات المشروع الأسر الأكثر فقرة ولكن لمن جينا حتى نعمل مشروع الاستجابي للكورونا كنا مضطرين مضطرين أنه نكون عم نعمل الاستجابة سريعة وبالتالي كان الجيش اللبناني هو الجهة الضامنة لعملية التأكد من هذه البيانات والتبيان إذا كانت صحيحة فعلا أو إذا كان فيها هذه اللي تفضلت فيه من التحشيكات أو من بيانات غير دقيقة نحن حطيناها بحوضة الجيش اللبناني ثقة مننا بهذه المؤسسة ولأنه نحن عرفين أنه هذه البيانات يمكن تشوبها شوائب مش يمكن حكما لأنه من أي سنة صغيرة وتغيرة يعني آخر مرة تم تحديثها أو مش تحديثها تتقيقها باليوم أخذت خذينا نقول منحة سياسية بهذا الإطار وطبيعي وكان من أكثر الناس اللي شانين لحرب وعم يقصفوا على وزير الشؤون الاجتماعية رمزي المشرفية هنين خذ نقول حسب القدم الاشتراكي بكل بساطة وافظة القصة درزية درزية يعني بس أنه الفكرة هي هيك البعض قال أنه كان في خانقو الامتعاض لأنه بعض يلي تم شطبن من اللويح كانوا محسوبيات لفريق دون آخر علما أنه تبين على الأرض أنه لا ما كانوا بحاجة يعني يلي انشطبوا هنين الناس يلي مننون بحاجة بس علي الدوز يلي استدعى اليوم رد ببيان من معالي وزير الشؤون الاجتماعية بيقول أنه رد على البيانات والتغريدات المتتالية الصادر عن نواب حالي وزراء سابقين قال أنه أنا عملت بؤتمر صحافي شرحت فيه إلا أنا واخدت أراري بعدم الرد إلا أنا وقاحت البعض تخطط المعقول فطلعنا أحدهم بكلام عن العفة والطهارة والتهملة بالتسيس والكيدية وعداء اللوائح الانتخابية خليني كمان أرى تغريدتين للوزير السابق وأبو فعور كانوا واضحين كقرص الشمس مثل ما هو ذكر عشوائية خطة الحكومة لمساعدة الفقراء بانت اليوم كقرص الشمس أموات يحتاجون للمساعدة النقدية وموظفون حاليون ومتقاعدون في القطاع العام يقبضون رواتبهم فيما فقراء محقون لا ترد أسماؤهم وتسييس عبر لواء حزبية استبعاد لقاعدة معلومات وزارة شؤون لدورها بالكامل لكن الحكومة مستقلة وشففة تبع بتغريد شكرا لمؤسس الجيش اللبناني على وقف توزيع المساعدات النقدية نتيجة العشوائية والتسييس وغياب العدالة وتحييها لرؤساء البلاديات ومخطيرات يحرصوا على مبدأ العدالة عم يشتغل الانتخابات رمزي مشرفي والحزب الديمقراطي اللبناني سألك كلام قاله الحكيم سقراط قال الحقيقة الكلية كالشمس الصاطعة في السماء الصافية نحن لا نستطيع أن نراها سوى بنعكاسها في الماء وبالتالي هو شيفها كالحقيقة المجردة الصاطعة لازم أن تقترن بالأدلة والبراهيم يجب أن تقترن بالأسماء وليس بالاتحامات وتجاوبك على الموضوع هذا أنا برأي بس خلال بس خلال رأي الشخصي رأي الشخصي أنه نحن بواقع اجتماعي واقتصادي صعب هلأ من المعيب تسييس أي عمل ومن المعيب إطلاق الاتهامات من دون أدلة واضحة وصريحة وكمان نحن ضد نحن ضد استخدام المنبر الطائفي لأنه مترح إليك ياها بالكلمة الجبلية لمن تحز المحزوزية ما حدا يزايد علينا على كرامة طائفة الموحدين الدروز هذه شغلة خارج الحسبان لمن تحز المحزوزية ولكن نحن منا شايفين في خطر داهم على هذه الطائفة هذه الطائفة كريمة ولها موقعة ولا يمكن لأحد أن يستثنيها أيدي خلا تكون واضحة للجميع نحكي عن الاستغلال السياسي نحن بواقع هلأ منا بوارد أن نفوت بالمشاحنات السياسية لأنه في عندك واقع واقع اجتماعي يجب أن تتم الاستجابة فيه بمعيار واضح وشفاف وعلى هذا الأساس تم الاعتماد المعيار اللي هلأ ما نحكي عنه اللي هو عبر البلديات وعبر المخاتير يلي هي بتشكل بتشكل سلطة محلية منتخبة للناس يعني هن الناس عم بيروحوا عن سلطة هن منتخبينها حتى يقدموا هذه الاستمارات الاستمارة فيها 27 سؤال سؤال أسئلة مدروسة جدا إلى إلى جريدز عبي تجاوب المواطن على هذا السؤال عبي تروح إلكترونيكلي من دون أي تدخل بشري على قاعدة بيانات رح ينعمل لها جريدينج ينعمل لها جريدينج على أساس هذه الأجوبة باعتماد البروكسي مينز تاستينج وعلى أساسها بتطلع قوائم بالمستفيدين الأكثر تضررا والأقل تضررا هن نوضح للناس نحكي عن المنصة التي تم إطلاق بالتعاون بين الشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية والبلدية التي تم إطلاقها معالي الوزير المشرفية منصة اسمها منصة معقدة شوي منصة البلديات المشتركة للتقييم والتنسيق والمتابعة مختصرة بإمباكت إمباكت نعم خلينا بس نشرح للنس لهم كمانا مش سهل التعاطي مع هذه المنصات الإلكترونية خاصة بالقرى خلينا نقول مش كل الناس مش تقدر تعرف تتعامل مع هذا الشغل أونلاين ومع الإنترنت نحن تشرح لك بس بشكل أو بآخر عن هذا الموضوع نحن من حرصنا للموضوعية والشفافية عملنا عدة يعني هذه كمانا لأول مرة بالتاريخ اللبناني بتصير بمسألة التنسيق والتعاون بين كل الإدارات يعني عنا نحن وزارة الشؤون الاجتماعية عنا وزارة الدفاع الوطني في عنا مؤسسة الجيش في عنا وزارة الدخلية في عنا التفتيش المركزي في عنا رئاسة الحكومة وكمان في عنا السلطات المحلية البلديات والمخاتير يعني أنت شايفي أداي فيه هذه التفاعل بين هذه الإدارات وفي كمان دور للمجتمع المدني إذا بتحب بنحكي عنه بس كمان إذا سمح الوقت إذا سمح الوقت هلأ هذه الاستمارة كانت مشغولة بطريقة أن تروح من دون تدخل بشري على البلديات البلديات بتجاوب على الأسئلة مثل ما ذكرت وبتروح هذه البيانات لوزارة الدخلية ومنها على رئاسة الحكومة وتنحط على هذا السيستم وبنعمل هذه الجريدينج وكننا حريصين أن الجهة التي تستحصل على المعلومة ليست الجهة التي تعطي المساعدة وليست الجهة التي تدقيق تقوم بالتدقيق صحيح ترجمة نانسي قنقر